السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكل متابعين قناة دا باست في فيديو النهاردة هنتعرف على موعيد وخطوات نقل الطلاب بين المدارس المختلفة فابقوا معنا وتابعونا لنهاية الفيديو ستبدأ التحولات بين المدارس حكومية وتجربية وخاصة بدءاً من 1-7 وبتنتهي في 15-8 وذلك تبقى لكتاب شؤون تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على جميع المستويات والمراحل التعليمية وبينص القرار على أنه في دوق القرارات الوزرية الصدرة في شأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على جميع المستويات والمراحل التعليمية المختلفة وتعديلتها أنه بيتم الالتزام بالضوابط التالية عند تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على جميع المستويات والمراحل التعليمية المختلفة وهي أن بتتولى المدريات والإدراض التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات في 1-7 وانهيته في 15-8 من كل عام وبيراعي أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسي بوقت كافي وإنه بيظل باب التحويل مفتوح حتى 10-9 لهذا العام وبتقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لسق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة وبترفق به الأوراق اللازمة للتحويل وبتقوم المدرسة بتسجيل الطلبات اللي بتقدم إليها برقم وسلسل في سجل خاص وبتعطي مقدمها إيصال بالاستلام مؤرخ ومبين بالأوراق المقدمة ورقم القيد في السجل وبعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديدة وبتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات وترتبها من الأكبر سنن إلى الأصغر سنن بعد توفر الشروط المتطلبة في التحويل وبيتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بيها وبيتم إرسال الكشوف للمدرية أو الإدارة التعليمية لإعتمدها وبيتم الإعلان عن نتائق قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة خلال 15 يوم من تاريخ اعتمدها ويتم التحويل بين المدارس دون منظرة السن شرط سماح الكثافة فقط طالما كان الطالب مقيد بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون وتم التجديد على الالتزام بأحكام المادة رقم 54 من قانون التفل رقم 12 المعدل بالقانون عند التحويل في حالة وجود نزاع بين الأب والأم وبيستسنى من معاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها حالة وفاة ولي الأمر وحالة النقل الإداري لولي الأمر من محافظة إلى أخرى على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية أو حدوث لقدر الله كارثة للأسرة وتتم إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة وفقا للقواعد الآتية أولا التحويل بين المدارس الخاصة بمصرفات للمدارس الرسمية في مرحلة التعليم الثانوي العام بيكون التحويل إما لوفاة ولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدارسة الخاصة بمصرفات أو لانتقال محل سكن الأسرة أو محل العمل إذا ترتب عليه تغيير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة أو لحدوث كارثة لأسرة الطالب بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة قدت إلى عجز ولي الأمر عن الوفاء بالتزاماته المادية أو البالية تجاه المدرسة الخاصة على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة أو بسبب حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول السنوي بمدرسة خاصة على مجموعة درجات 90% فأكثر أما بالنسبة للتحويل من المدارس الرسمية لغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى والعكس بيتم وفقا للآتي بيكون تحويل تلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المنظرة بالمدارس الرسمية شرط سماح الكثافة فقط وبيكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات دون شرط سوى سماح كثافة الفصول ولا يجوز التحويل بين المدارس اللي بتجرأ الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة إلا في حالة عدم وجود مدارس بتكون الدراسة فيها بنفس اللغة اللي كان بيدرس بيها الطلاب كلغة أجنبية أولى وبعد عقد امتحاد للطالب تحت إشراف السيد مدير عام تنمية المادة المختصة بالوزارة واكتيازه لها مع مراعاة ضوابط القصة بالتحويل الوردة بالقرار الوزاري وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية لغات بنوعها وبيجوز التحويل من المدارس القصة للغات والمدارس اللي بتطبق مناهج ذات طبيعة خاصة زي المدارس الدولية إلى المدارس الرسمية اللغات بنوعها على أن يكون التلميذ مقيد بتلك المدارس قيد قانوني صحيح وفي جميع الأحوال بيشرط سماح الكسافة مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولا وبيجوز تحويل تلميذ المعاهد الأزهرية اللي بتقوم بتدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى إلى المدارس الرسمية اللغات بنوعها في الصفوف المناظرة مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل اللي بتصدر بناء على موافقتنا وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في هذا الشأن وبالنسبة للتحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة عربي إلى مدارس الخاصة لغات والمدارس اللي بتطبق مناهج ذات طبيعة خاصة الدولية والعكس بيجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس اللي بتطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بعد عقد اختبار تحديد مستوى ليهم في اللغة الأجنبية المستخدمة في التدريس والمواد اللي بتدرس بيها بمعرفة المدرسة المحول إليها وبتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية كما يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات أو المدارس اللي بتطبق مناهج ذات طبيعة خاصة لها الدولية أو المدارس الخاصة عربي للمدارس الرسمية عربي مباشرة دون اي اختبارات ودون النظر لنجاحهم في مادة المستوى الرافيع واللغة الاجنبية التانية بشرط طوافر الضوابط الواردة في البند اولا وبتشكل في كل مدرية تعليمية لجنة عليا برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية كل من مدير ادارة شؤون الطلبة والامتحانات ومدير ادارة شؤون القانونية ومدير ادارة التعليم الابتدائي ومدير ادارة التعليم الاعدادي ومدير إدارة التعليم الثانوي ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية بالمدرية وللجنة أن تستعين بمن ترى مناسب من دول الخبرة والكفاءة لإنجاز أعمالها على أن لا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار وبتكون للجنة أمانة فنية بيصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بيها قرار من مدير المدرية بتتولى بحث كل من يحال إليها من الإدارات التعليمية بشأن تحويل الطلاب والبس في الاستفسارات الخاصة بموضوعات التحويل وكذا التظلمات الخاصة من قرارات الإدارات التعليمية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها واختار الإدارة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره وبتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدوري تحت الإشراف المباشر للسيد مدير المدرية وعلي بيتم تعميم تلك الضوابط على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة ليها والإعلان عنها في مكان ظاهر ليتسنى للجميع الإطلاع عليها والالتزام بيها والعمل بمجابها مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جدا وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو يارب يكون نال إعجابكم ما تنسوش الاشتراك لو لسه مشتركتوش في القناة والضغط على زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله بخصوص التعليم وكمان شيروا الفيديو لإصحابكم وقرائبكم علشان يستفيدوا بالمعلومات شكرا لحسن استمعكم وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة